نتناول في هذا النشاط الوحدة الثالثة لأن كما تعلم عزيزي الطالب أن الوحدة الثانية حذفت نهائيا من البرنامج ننتقل الآن إلى الوحدة الثالثة التي تتضمن النشاط التكتوني والبنيات الجيولوجية المرتبطة به النشاط الأول نتناول فيه الظواهر المرتبطة بالبناء الخريطة المقابلة أمامك تمثل أو توضح توزع الظهرات في مستوى العالم نعدنا الظهرة الوسط محيطية هذه ظهرة المحيط الهندي نعدنا المحيط الهدي هذه أهم الظهرات الخريطة المقابلة تمثل خريطة قاع المحيط الأطلسي هذه السلاسلة الجبلية لحظة هذه الظهرة الوسط محيطية هذه تمثل الظهرة الوسط محيطية إذن تتميز كما تلاحظ هنا تتميز الظهرات بوجود سلاسل جبلية تحت بحرية يتم على مستواها تجدد القشرة الأرضية كما تناوناها في النشاطات السابقة عن طريق الضخل مستمر للصهارة الواردة من البرنوس وتعتبر هذا يعتبر مصدرا للحركات التباعدية للقشرة الأرضية هذا فيما يخص النشاط الأول ننتقل بعد ذلك إلى النشاط الثاني الذي نتناول فيه المغناطسية أو المغماتية وتشكل اللوحة المحيط لاحظ معي في هذه الوثيقة هنا الظهرة تمثل ظهرة الوسط المحيط الأطلس هذه الظهرة كما قلنا هي الظهرة التي تقع في قاع المحيط الأطلس نأخذ منها هذه المنطقة ونوضحها بالتفصيل ننجز فيها مقطعا يبين تداريس ظهرة الوسط المحيطية والدواهر الجيولوجية المرتبطة بها أما الوثيقة السفلة فتمثل حمام بركانية تحت محيطية يعني هذا ما يوجد في هذه المنطقة هذا يمثل مقطع وهذا يمثل الحمام البركانية تحت المحيطية فيما يخص بركانية قاع المحيط فيما يخص بركانية قاع المحيط تتميز الظهرات المحيطية ببركنة مائعة من النوع الطفحي أي تشكلت عند ملامستها للماء وسائد سخرية ويرجع ذلك للتبرد السريع للمغمى هذه نسميها الوسائد السخرية هذه وسادة سخرية وسادة سخرية ينبعث المغمى على مستوى الظهرات عندما تبتعد الصفائح التكتونية كما قلناها في النشاطات السابقة فيصعد الأستيروسفير نحو الرفت مما يؤدي إلى انسهار جزء منه تتميز الظهرات إذن بوجود رفت مركزي هذا هو الرفت المركزي ثم تتبرد على جنباته الصهارة ينقر الرفت على مستوى المركز بعد ذلك يتميز الرفت المركزي للظهر بحركة مميزة للمياه حيث تتسرب المياه الباردة عبر الشقوق والفوالق داخل البازلت فتتحمل راح نمعي هنا هذه الشقوق وهي هذه الشقوق هذه الشقوق يتبرد الماء وعندما يتبرد تبقى رواسب في هذه الشقوق هذه الرواسب بمرور ملايين السنين تشكل ما نسميه بالفوالق أعيد إذن حيث تتسرب المياه الباردة عبر الشقوق والفوالق داخل البازلت فتتحمل بعناصر كيميائية تطرح بعد عودة الماء إلى السطح على شكل بقايا من الكبريتات الحديد والمنغنيز توبغرافية قاع المحيط تثبت أنا عدنا قد نسموها هذه الخريطة ستون توبغرافية قاع المحيط كان من الصعب إذن تتبع الظهرات المحيطية نظرا لتجمدها وجاء بعد ذلك العالم واين وويلسون ليحدد مسارها ويقترح وجود فوالق تحويلية تعمل على إزاحة مصارها مكنت إذن قياس قياسات سرعة تباعد الألواح التكتونية على جانبي الظهرات من استنتاج نوعين من الظهرات نوعين من الظهرات كنا قد في التمرين تعلوحدة السابقة يوجد ظهرات بطيئة وظهرات سريعة الظهرات البطيئة تتراوح سرعتها بين 1 أو 4 سم في السنة كما تتميز بتضاريس عالية أي سلسل الجبلية التي توجد قاع المحيط تضاريس توجد تضاريس عالية إذن لاحظنا أو استنتجنا استنتج العلماء وجود نوعين من الظهرات ظهرات بطيئة تتراوح سرعتها بين 1 و 4 سم في السنة وتتميز بتضاريس عالية ما بين 1000 إلى 35 ألف متر تضاريس يعني السلسل الجبلية الموجودة في قاع المحيط واستنتجنا في التمرين تعلوحدة الأولى بأن نقلنا الظهرة الموجودة في وسط المحيط الأطلسي هي ظهرة بطيئة وتعلى المحيط الهادي هي ظهرة سريعة إذن هذه نحن أمام ظهرة بطيئة هذه مميزات الظهرة البطيئة كما نلاحظ وجود تنادر الحزم الممغنطة تنادر الحزم الممغنطة لاحظ معي تنادر ما يوجد على يسار محور الظهرة يوجد على يمين محور الظهرة هذا ما نسميه بالتنادر تنادر الحزم الممغنطة على جانبي الظهرة مع نفس سرعة التباعد على الجانبين والظهر هنا تكون ضيقة أي ألف كيلومتر تميز هذه الظهرات أو مثال على هذه الظهرات الظهرات التي نلاحظها الآن وهي ظهرة الموجودة في وسط المحيط الأطلسي حيث تبدي اختلافا في سرعة التباعد بين المحيط الأطلسي الشمالي والمحيط الأطلسي الجنوبي النمط الثاني من الظهرات التي يمكننا أن نميزه وهو عبارة عن ظهرات سريعة سرعتها أكبر من 6 سنتيمتر في السنة وتتميز بعدم تناظر الحزم الممغنطة على جانبي الظهرة واختلاف سرعة التباعد باختلاف المناطق نلاحظ هذه الظهرة في المحيط الهادي ولاحظ معي سنميز كل نوع من الظهرة هنا نرى ندينا الظهرة الوسط المحيطية في هذا النشاط نلاحظ معا في هذا النشاط بماذا تتميز هذه الظهرات تتميز هذه الظهرات بوجود نوعين من الفوالق نمطين من الفوالق نرى ندينا هذه المنطقة لاحظ معي مليح هذه من دينها دينها من هذه المنطقة وهي وسط محيط الظهرة وسط المحيط الأطلسي كبرنا هذا الجزء لاحظ معي هذه الشقوق وهي عبارة عن الشقوق الموجودة على مستوى السلسلة الجبلية وهي الظهرة المحيطية ثم هذا الجزء كبرناه من هذه الناحية وكبرناه من هذه الناحية هذا الجزء المولون بالأخضر ويوضح لنا فالق تحويلي على مستوى حواف الظهرة بينما على مستوى مركز الظهرة نلاحظ ما يسمى بالرفت أو الخسف الخسف يعني تنازل فوالق في مستوى علوي ثم فوالق في مستوى السفلي ثم ننتقل إلى محور الظهرة نلاحظ مليح هذا هو نسميه لغفت أو ما نسميه الخسف يعني هناك نمطين من الفوالق في مستوى الظهرة أعيد أكرر على مستوى المحور نلاحظ معي على مستوى المحور نلاحظ لغفت بالتدرج بينما على مستوى حواف الظهرة نلاحظ أو نسجل فوالق تحويلية الفوالق التحويلية العمودية وهي عمودية على هذه الفوالق ها هاي ها ها Alrighty هنا هذه عمودية على محور الظهرة تشكل معها زاوية 90 درجة لاحظ معي هادي فوالق تشكل 90 درجة معه دلاقس مع المحور السببوصة نسميها فوالق تحويلية عمودية على محور الظهرة تعمل على تحويل ما صار الظهرة يعني على مستوها التلت والدهرة الشانج دو ديغيكسيون هي اللي توجه لي الدهرة إما على اليمين أو على اليسار نسمي الفالق التحويلي هو الفالق المسؤول على تحويلي اتجاه الدهرة النوع الثاني فوالق عادية موازية لم يحور الدهرة هذه موازية لم يحور الدهرة لاحظ معي هذه موازية ماشي كمان لهذه أكتف باغلال باغلال موازية لم يحور الدهرة تعمل على تشكيل أخاديد بحرية نسميها الأهبطات أو ليغغابن تتناوب مع أرفعات أو ما نسميها لهوغتس يتناقص اتفاعها كلما ابتعدنا عن ميحور الدهرة وتحدث على مستوها زلازل سطحية لا تتعدى قوتها خمس درجات على سلة مريشتر يمكنها أن تصل إلى البرنوس الأرضي لاحظ معي قناة سلسل من الفوارق يمكنها أن تصل ها هي في هذا الرفت إلى البرنوس الأرضي وتنتج هذه الزلازل عن حركة المواد المنصهرة داخل القشرة المحيطية من جهة وتباعد الألواح من جهة أخرى تتميز إذن الظهرات بوجود أخدود مركزي يفوق عمقه ألف متر ويصل عرضه إلى أربعين كيلومتر ينتج عن تشققات القشرة إثر تباعدها ويحده على الجانبين فوالق عادية هذا الأخدود أو ما نسميه الغفت أو الخسف الموجود على مستوى الظهرات ننتقل بعد ذلك إلى الصخور المكونة للليتوسفير المحيطي أو الصخور المكونة لللوح المحيطي لاحظ هنا توجو غد ندو كمثال المنطقة تقع على محور الظهر الموجودة في المحيط الأطلس هذه المنطقة نسميها منطقة فيما فيما لماذا اخترنا هذه المنطقة لأنها تحتوي على فالق مشهور على مستوى هذه المنطقة نسميه فالق لفايد فيما فالق فيما يصدر على مستوى الظهرات إذن كما قلت بركانة مائعة لاحظ معي دينا هذه المنطقة تقع في هذا المحور بالذات هنا تكبير لاحظ معي الرمية على الفالق السقوط هذه طبقات هذه طبقة تشبه هذه المنطقة وهنا ستنكب رسم تخطيطي أي مقطع جيولوجي هنا رسم تخطيطي للفالق الذي يقع على مستوى الظهر أعيد أما هذه الوثيقة فتمثل مقطعا جيولوجيا لتسلسل الصخور من منطقة الموجودة في فالق فيما لاحظ معي جيدا تتكون هذه المنطقة من المتتالية من المتتالية الصخور من الأسفل إلى أعلى من الأسفل إلى أعلى منطقة أخرى نسميها العروق البازلتية العمودية ثم يليه إلى أعلى تجوغ وسائد بركانية تجوغ بازلت بازلت على الشكل وسائد بركانية كما لاحظناها في الوثيقة السابقة وهنا على الشكل عروق عمودية ولكن نفس الصخر هنا عندنا طبقات رسوبية رقيقة جدا وهي تأتي في المنطقة العليا إذن رسوبيات من الأعلى إلى الأسفل الآن رسوبيات بازلت وسادي بازلت عروقي ثم جابرو ثم بيريدوتيت هذا التسلسل تحد الصخور على هذه المنطقة يقدر السمك هذه المتتالية بخمسة كيلومتر وتتكون هذه المنطقة تكون هذه المنطقة القشرة المحيطية إذن كنتيجة لهذه الوثائق يصدر على مستوى الظهرات بركانة مائعة بركانة مائعة من النوع الطفحي تتميز الظهرات بنوعين من الفوالق فوالق عادية موازنة لمحور الظهر وفوالق عمودية تحويلية تتحكم في مصار الظهر حول اللوحة حول الألواح التكتونية مكنت إذن الفوالق التحويلية من معرفة المكونات البترغرافية للقشرة المحيطية حيث تتكون من الأسفل إلى أعلى نتسأل لماذا البازلت يترسب في نمطين البازلت الوسادي يكون تبرده قريب من السطح لذلك يكون تبرد سريع سوف نلاحظه في الحصص القادمة إن شاء الله كذلك لاحظ هنا تبرد عروقي لأنه يتبرد ببطء وبعيدا عن محور الظهر رغم أننا عندنا البازلت وهنا البازلت إلا أننا على شكل وسادات وهنا على شكل عروق يأتي ذلك هذا التغير سببه التغير في نمط الترسيب ترجمة نانسي قنقر